السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء الواحد والعشرين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير ومع اللقاء السابع والعشرين من لقاءات تفسيرنا لصورة النساء وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي بحول رب الأرض والسماء في تفسير قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون وانتهينا من شرح هذه الكلمات الربانية العظيمة وبينا أن أحسن ما يقال في حد السكران هو الذي لا يدري ما يقول وتختلط عليه القراءة ولذا فهو لا يملك ولا يستطيع أصلا أن يحقق الخشوع وأن يستحضر عظمة من هو واقف بين ديه سبحانه وتعالى في حال السكر وذكرت أن هذه المرحلة كانت المرحلة الوسط من مراحل تحريم الخمر إذ أن الخمر قد حرم بالتدريج نزلت فيه آيات كل مرحلة من مراحل التحريم فيها آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم عطف الحق جل وعلا على قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون قال ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا أي لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارة وحال كونكم جنبة من هو الجنب؟ الجنب هو من أصابته الجنابة وقد بينت قبل ذلك في قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل إلى آخر الآية قلت الجنابة معناها في اللغة البعد معناها البعد ومنه الجنبان لأن كل جانب يبعد عن الجانب الآخر فأصل الجنابة في لغة العرب من البعد أما الجنابة اصطلاحا هي إنزال المني أو التقاء الختانيني وسميت الجنابة بهذا الاسم لكونها سببا لتجنب الصلاة فالله جل على أقول ولا جنبا إلا عابر سبيل عابر السبيل هو المسافر أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا ماءا فتامموا صعيدا طيبا وهناك تفسير آخر جميل لمعنى ولا جنبا إلا عابري سبيل قاله ابن عباس رضي الله عنهما قال أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال ابن عباس رضي الله عنهما أي تمر بالمسجد مرا ولا تجلس وأشهد لهذا المعنى الذي فصر به ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية الكريمة ما ذكره يزيد بن عبي حبيب رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من الأنصار رضي الله عنهم كانت أبوابهم في المسجد النبوي وكانت تصيبهم الجنبة أحيانا ولا يجدون عندهم ماء فيريدون الماء ليرفعوا الجنبة وليتطهروا فلا يجدون ممرا للمصول إلى الماء للمصول إلى الماء إلا من خلال المسجد فتحرجوا فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة ولا جنبا إلا عابر سبيل إلا عابر سبيل يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل أي إلا إن كنتم تمرون بالمسجد مرورا للوصول إلى الماء الذي تبحثون عنه فإن لم تجدوا الماء فتأمموا صعيدا طيبا كما سيبين الآن جل وعلا وقد رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى وغيره هذا المعنى فقال ولا جنبا إلا عابر سبيل أي إلا مجتازي طريق للحاجة وللضرورة للوصول إلى الماء إذ لم تجدوا إلا طريق المسجد وعلّل هذا الترجيح تعليلا رائقا فقال الطبري رحمه الله تعالى وغيره وذلك لأن الله جل وعلا قد ذكر وبيّن في نفس الآية الكريمة حكم المسافر كما سنبين الآن بيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فلو كان عابر السبيل هو المسافر لم يكن لإعادة ذكر السفر والمسافر مرة أخرى أي معنى وأي وجه في الآية وهذا كلام جميل وفهم دقيق وهذا الفهم وهذا القول هو قول جمهور المفسرين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسلوا بيان لغاية المنع من قربان الصلاة الجنب أو من قربان المسجد على القول الآخر الذي ذكرته آنفا ما هو الغسل الغسل لغة سيلان الماء على شيء سيلان الماء على شيء أن تعمم شيئا بالماء والغسل شرعا واصطلاحا هو إفاضة الماء الطهور أي الطاهر في ذاته الماء الطهور هو الطاهر في ذاته المطاهر لغيره كما بيانتم في ظروس الفقه بفضل الله جل وعلا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص بنية هذا هو تعريف الغسل اصطلاحا والغسل بعد الجنابة يكون طهرة حسية للبدن طيب ربما يتعذر الاغتسال في بعض الأوقات ربما يتعذر الاغتسال في بعض الأوقات لأي سبب من الأسباب والصلاة عبادة مفروضة حتمية لها وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا عذر لأي أحد مريض فضلا عن صحيح قوي في ترك الصلاة وأنا أعجب لأولئك الذين تهاونون في ترك الصلاة والله أعجب لهم كيف يرزقون أعجب لهم كيف يرزقون ويسترون وهم مضيعون للصلاة لا عذر لأحد أبدا أبدا في ترك الصلاة لأنها فريضة محتومة موقوتة بوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمن لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا فمن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب فمن لم يستطع أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان جنبا فليتأمم ولذا بيّن الحق تبارك وتعالى الرخصة في ترك استعمال الماء في حال فقد الماء أو تعذر استعماله قد يكون الإنسان مريضا مرضا إذا استعمل فيه الماء هلك أو زاد الضرر كما في حديث ابن عباس وجاب الرضوان الله عليهم كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا لا ما دمت تقدر على الماء الماء موجود الماء بارد جدا والرجل رأسه مفتوحة ولو استعمل الماء البارد هو ليستطيع تدفئة الماء في الصحراء أو في المكان الذي كانوا فيه ربما يهدك قالوا لا ما دمت تقدر على الماء وقد أفتوفوا بقاعدة صحيحة ألا وهي إذا وجد الماء بطل التامم هذا بلا خلاف بين أهل العلم لكن هذا الرجل له مناط خاص له مناط خاص وهذا أمر يحتاج إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق فاغتسل الرجل فمات اغتسل فمات فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال والحديث إلى هنا حديث صحيح أما الزيادة إنما كان يكفيه إلى آخر الحديث إنما هي زيادة ضعيفة قتلوه قتلهم الله يا أهل ألا سألوا إذ لم يعلموا مع أنهم أفتوفوا بدليل صحيح إذا وجد الماء بطل التامم لكنهم لم يحققوا مناطة دليل لم يحققوا مناطة دليل فربنا تبارك وتعالى يبين الرخصة في ترك استعمال الماء في حال فقده أو في حال تعذر استعماله لسبب من الأسباب فيقول جل جلاله وتدبروا هذا الجزء العظيم من الآية العظيمة فيقول سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أربع حالات أربع حالات وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أنظر إلى الرخصة الربانية العظيمة فلم تجدوا ماء فتيمموا قف هنا معي وتدبر وتدبري أية الأخت الفاضلة هنا بيان لحكم عظيم جليل كبير من أحكام الشريعة الغراء من أحكام شريعة رب الأرض والسماء المنزلة على قلب سيد الأنبياء وإمام الأدقياء الأصياء حكم للتيسير ورفع الحرج ورفع المشقة والعنت يشرعه الحكيم والعليم الخبير بذاته سبحانه وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا وهو حكم التيمم وأرجو أن تنتبهوا معي سأحاول جاهدا أن أبين ما تعلق بهذا الحكم الرباني العظيم من أحكام على وجه الاختصار وإلا فقد فصلت فيه القول تفصيلا في دروس الفقه في برنامج جبريل ويسأل والنبي يجيب بفضل الله جل وعلا وقد ذكرت مرارا أنني لا أقدم مقاطع لمجرد المشاهدة بل أقدم شرحا للدين كله بصورة متكاملة لمن احتاج من أبناء المسلمين في أي عصر ومصر حكما من أحكام دينه ليتعرف على هذا الحكم بأجلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله بلا تعصب البتة لمذهب من المذاهب أو لقول إمام من الأئمة وإنما نطرح القول بذليله مرجحين في الغالب قول جمهور أهل العلم فهو الأصلح والأمثل ولن بغي أن يقال بأنه أي أقصد حكم الجمهور ليس عليه ذليل حاشا وكلا حاشا وكلا بل هو مرجح بالدليل فحكم التأمم قد فصلت فيه القول لكن لا أحرم من بركة بيانه وتوضيحه في حلقاتي ولقاءات التفسير للقرآن الكريم فهذا موضعه وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا ما هو التأمم التأمم لغة هو القصد نعم التأمم لغة هو القصد يممت وجهي نحو كذا أي قصدته والتأمم مصطلاحا تنبر المعنى هو التعبد لله جل وعلا بمسح الوجه واليدين بقصد الطهارة عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب هذا التأمم محض فضل الله على الأمة في أحاديث كثيرة أختاروا رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعد وفي لفظ البخاري مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا طهورا ومسجدة هذا هو الشاهد وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدة وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون الشاهد من سوق الحديث وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدة هناك إجماع إجماع من سادتنا وعلمائنا على مشروعية التأمم نقله غير واحد من أهل العلم كالإمام النوو والإبن قدام وغيرهما اسمحوا لي أن أسوق لطيفة سبب نزل التأمم لنتعرف على بركة أم المؤمنين حبيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها والحديث روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والراجح أنه كان في غزوة المريسيع وهي غزوة من المصطلق التي كانت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة على قول أهل المغازي والسير تقول حتى إذا كنا بالبيداء صحراء انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أنا لن أقف مع كل جملة وإلا والله الذي لا إله غيره لحتجنا إلى لقاء كامل في شرح هذا الحديث واستخراج لآلئه وجواهره وضرره انظروا إلى لطفه عليه الصلاة والسلام وفي طريق لغزوة كيف يعامل زوجا من زوجاته بمنتهى الرقة والأدب والرقي وحسن الخلق وجميل الأدب قالت وأقام الناس معه وليس على ماء وأقام الناس معه وليس على ماء يعني ليس على بئر ماء أو بالقرب من ماء وهم في بيداء صحراء قالت فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أي أقامت برسول الله والناس كذلك وليس على ماء وليس معهم ماء الناس غاضبون فجاء أبو بكر رضي الله عنه تقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام لا إله إلا الله قد نام فقال لها أبو بكر رضي الله عنه ورأس رسول الله على فخذها قال لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله له أن يقول فقال وجعل يطعنني بيده في خسرتي أي برؤوس أصابعه في وسطها مما يلي الظهر الخسرة الوسط مما يلي الظهر وليس البطن صدق يطعن أم المؤمن عائشة ويقول لها حبست رسول الله وحبست الناس معهم وليس على ماء وليس معهم ماء تقول رضي الله عنه حتى هممت بالقيام تقول فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي تخجل وتستحيي أن تقوم حتى لا توقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام فقام بأبيه وأمه حين أصبح على غير ما فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الموطن آية التيمم آية التيمم فتيمموا رضوان الله عليهم جميعا فقال يوسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر الشاهد كان هذا الحكم أقصد حكم التيمم تخفيفا وتيسيرا ورفعا للمشقة والحرج وكان رخصة من الله تبارك وتعالى لهم في التيمم إذ ليسوا على ماء وليس معهم ماء فقدوا الماء والجميل وأن الآية العظيمة قد بيّنت كيفية التيمم ثم بيّنها عليه الصلاة والسلام بيّنا عمليا ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فرسول الله مبين لما أجمل القرآن وموضح لما أجمله القرآن الكريم يأمر القرآن أو أمر مجملة ويأتي من أنزل الله عليه الوحيى ليفصل ويبين ما أجمل فبين عليه الصلاة والسلام أن التيمم ضربة واحدة على الطراب الطاهر ثم مسح الوجع والكفين لما رواه البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت أصابته جنابه قال فلم أجد الماء فبيعمل أي عوز صلي قال فتمرغت في الصعيد أي في الطراب كما تتمرغ الدابة فتصور أنه يجب علي أن يعمم بدنه كله بالطراب فتمرغ في الطراب كما تمرغ الدابة قال عمار ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال المربي والمعلم بأبي وأمي وقلبي وروحي إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة هذه الولايات المخاري ومسلم ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين يعني بدأ بمسح اليمين هكذا مسح الشمال على اليمين ثم مسح باليمين على الشمال ثم مسح وجهه وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما أي ليزيل ما تعلق بهما من التراب ثم مسح بهما وجهه فبدأ هنا بالوجه وكفيه وهناك رواية أخر فأركانه أركان التأمم الركن الأول النية 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 ذي ركن من أركان أي عمل لا يصحه أي عمل بذو النية فأركانه النية ومسح الوجه والكفين ويبطل التأمم بوجود الماء ويبطل التأمم بحدوث ناقض من نواقض الوضوء التي فصلناها ويبطل التأمم بحدوث ما يوجب الغسل ويبطل التأمم بزوال العذر بزوال العذر الذي من أجله تأمم أو شرع التأمم له أو في حقه ويباح لمن تأمم أن يصلي بالتأمم بالتأمم الواحد ما شاء الله له أن يصلي من الفرائض والنوافل ما لم يأتي بناقض من نواقض التأمم التي ذكرتها أنفا طيب إن كان في مكان يبعد عن الطراب يبعد عن الأرض هل يجوز له أن يتأمم على الجدار أو يتأمم على السجادة عنده في بيته ونحو ذلك والجواب نعم يجوز له أن يتأمم على الجدار أو السجاد ونحوهما إذا كان عليهم شيء من الغبار أو شيء من التراب فالصعيد الطيب في قول تعالى فتأمم صعيدا طيبة هو الأرض الطيبة التي لا سبخت فيها قال الزجاج من أساطين اللغة الصعيد وجه الأرض طرابا كان أو غيره ولا شك ولا ريب مسألة فيها خلاف كبير وأقول كثيرة جدا لكن لا شك ولا ريب إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن حمل الصعيد الطيب على الطراب الطاهر هو الأحوط أن حمل الصعيد الطيب على الطراب الطاهر هو الأحوط لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته أنفة في رواية أبي أوريرو الصحيحي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة وفي لفظ وترابها طهورة جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورة ولقول عليه الصلاة والسلام الطراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء هذه رواية أحمد وأبي داودة والترمذي يعني أبي ذر بسند صحيح فإذا لم يجد المسلم الطراب فليتأمن بما وجد من أجزاء الأرض وهذا هو ظاهر اختيار الإمام بن تيمية طيب الله وثراه حيث قال يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض يا سلام يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا إذا لم يجد ترابا قال وهو رواية عن الإمام أحمد رجل مريض على سريره في بيته أو في المستشفى أسأل الله جل وعلا أن يشي المرضى وأن يذهب آلامهم وأن يجدد آمالهم وأن ينزل عليه من رحماته وبركاته فلا يعرف معنى الألم إلا من تذوق مرارة طعمه لذا أدعو لهم من كل قلبي لكل من يؤلمه المرض الآن في فراشه أسأل الله أن يذهب ألمه وأن يجدد أمله وأن يبارك له في عمره نستطيع أن نأتي له بإناء فيه تراب صعيد طيب طاهر ويضرب عليه ضربة واحدة وتأمن يمسح وجه ثم يمسح كفي أو يمسح كفي ثم يمسح وجه فقط وهناك كيفية أخرى ذكرتها في دروس الفقه بالتفصيل أشاهد أن المريض الذي لا يجد الماء ولا يقدر على استعمال الماء يعجز عن استخدامه له أن يتأمن الذي لا يجد الماء أو الذي يخاف على نفسه إذا استعمل الماء أو الذي يشعر أنه إذا استعمل الماء ربما زاد عليه المرض أو وجد في ذلك مشقة شديدة يبيح الحق تبارك وتعالى له التأمم وإن كنتم مرضى طيب هذا هو الحكم الأول أو على سافر يبيح الحق تبارك وتعالى هنا أيضا التأمم للمسافر الذي لا يجد الماء أو الذي وجد الماء لكنه عاجز عن استعماله لقوله تعالى أو على سفر وهو عطف على قوله تعالى وإن كنتم مرضى أي أو كنتم على سفر ولم تجدوا الماء أو وجدتموه ولكنكم لا تستطيعون استخدامه لسابع من الأسباب فتأمموا وقد اتفق علماؤنا وفقهاؤنا على أن المسافر إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله اتفقوا على أنه يجوز له أن يتأمم وأن يصلي ولا إعادة عليه تدبروا لهذا الحكم ولا إعادة عليه لمراه أبو داود وغيره بسند صحيح عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه وأختم لقاء الليلة المهم بهذا الحديث الجميل قال أبو سعيد خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتأمم وصليا ثم وجد الماء في الوقت أي لا زال وقت الصلاة حاضرا لم يفت وجد ماء فأعاد أحدهم الصلاة توضى حين وجد الماء وأعاد الصلاة والآخر قال لا لم يعد الآخر الصلاة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك اسمع ماذا قال المربي والمعلم قال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك أي الأولى بالتيمم الله أكبر قال الذي لم يعد الصلاة عنه وجد الماء قال صلى بالتأمم لأنه في وقت حضور الصلاة بحث عن الماء فلم يجد فتأمم تجزئه صلاته قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين ضروا إلى أدبه وحسن خلقه لك الأجر مرتين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد اتفق المسلمون اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ننتقل إلى حكم آخر ولكن تعالوا بنا لنكمل هذا الحكم وما يليه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق الذي يرضيه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته